لقد فكر الأعداء كثيرا في حيل ماكرة يعمدون إليها لامتصاص أمة الإسلام ففكروا ثم فكروا وقوتل كيف فكروا فعمدوا إلى سلاح الفكر سلاح الفكر القائم على سماية متعددة وأسلحة فتاكة ما هي مقومات هذا الفكر؟ ما هي مقومات هذا السلاح؟ سلاح الغزو الفكري إن المقومات تتضح في الفكرة وكذلك الكلمة وكذلك الرأي وأخيرا الحيلة مجموعها يعطي دلالة على سلاح جديد استعمله الاستعمار الحديث لمناهضة الأمة وامتصاص مقدراتها كذلك للغزو الفكري سمات ما هي؟ إن سمات الغزو الفكري كثيرة متعددة لكن يأتي في مقدمتها الخداع حيث إن العدو لا يقف أمامك عيانا بيانا وإنما يتخفى ليأتيك من وراء حجاب فقد يداهمك في شكل صورة مقال جزاب أو غلاف براق أو برنامج إزاعي أو تلفازي إلى غير ذلك كما أن من سمات الغزو الفكري الخطورة حيث إن الغازي أخطر عليك بهذا الفكر من السلاح العسكري لأنه عميق التأثير وكذلك يمتد أثر الغزو الفكري في نفوس الأمة مئات السنين وكذلك من سمات الغزو الفكري البساطة إذ إن الغازي لا يقف أبدا عند حد الصعوبة وإنما يبسط لك الفكرة ويبسط لك الوسيلة فكان الغزو الفكري من سماته البساطة ما هي وسائل الغزو الفكري؟ إن الغزو الفكري المستعمر الذي استعمل الغزو الفكرية في عصرنا الحديث عمد إلى أفكار متعددة هذه الأفكار كلها يجمعها هدف واحد وهو السيطرة على العالم الإسلامي من هذه الوسائل الفكرية فكرة التنصير وكذلك الاستشراق وكذلك العلمانية والقومية والماسونية والعولمة وفي مقدمتها الصينية يتجتمع جميعا على هدف واحد سنقف عليه في المحاضرة القادمة